جدا تقول في سؤالي الأول تسأل عن حكم نقل أعضاء الميت إلى الحي أخت الفاضلة أم طالق بارك الله فيك هذه مسألة شائكة و مسألة هي تعتبر من النوازل لأنها جديدة على الناس ولذلك المجامع الفقهية في العالم الإسلامي لهم فتاوى متنوعة و متعددة في هذا و هم على ثلاثة أقوال منهم من يحرم مطلقا يقول لا يجوز نقل الأعضاء سواء من الحي إلى الحي أو من الميت إلى الحي القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا يجوز من الحي إلى الحي إذا لم يكن الحي يتأثر مثلا بنقل هذا كأن يكون عضو واحد فقط عنده فلا يجوز يكون يحرم أما إذا كان عنده عضوين مثل قضية الكلا مثل قضية بعض الأشياء التي لا يتأثر بنقلها و قالوا أيضا من الميت إلى الحي يعني يجوز مطلقا بالنسبة من الميت إلى الحي و من أهل العلم من توسط في ذلك فرأى بأنه ينقل من الميت إلى الحي في حال الضرورة و الحاجة إذا كان يترتب على هذا النقل حياة هذا المريض و هذا الذي يظهر لي بأنه هو الأقرب فإذا مات شخص مثلا ثم احتاج مسلم إلى عضو من الأعضاء يترتب أو يتوقف عليه حياته بإذن الله جل وعلا فلا حرج في ذلك طبعا هذا ينقلنا إلى مسألة أخرى يا عم طالق هل للإنسان أن يوصي بنقل أعضائه الجواب لا ما يوصي لكن إن حصل من غير مسلم مثلا للنقل فإن هذا مما يجوز يقول حينما يقرأ الإمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقولون في الصلاة صلى الله عليه وسلم يعني يجهرون بالصلاة بالنسبة لي المأمومين ما الحكم يا أخي الفاضل لا شك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر الإيمان مظهر من مظاهر محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكن هل يجهر من يقرأ أو من يمر على اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وهو في الصلاة يجهر بها أم لا هل يصلي أم لا الذي يظهر يا أخي الفاضل بأن هذا مما لا يجوز الجهر به في الصلاة لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت والصلاة كان في أول الأمر يحدث الرجل أخاه ويشمت العاطس يشمت العاطس ويسأل عن الغائب وكذا ثم بعد ذلك أمر الله جل وعلا بالصمت والسكوت في الصلاة يعني في غير قراءة القرآن وأذكار الصلاة فبالنسبة لهذا كان موجودا كان يقرأ هذه الآيات وكان الصحابة يقرأون ولا أحفظ أن أحدا كان يأمر أو يرشد إلى أن المأمومين يقولون صلى الله عليه وسلم ما يقولون وإنما يستمعون فقط هذا خارج الصلاة خارج الصلاة إذا تلو مثل هذه الآية يقول صلى الله عليه وسلم